هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد المرء سلوانه وينثر من شوقه أدمع كأني به مثل بدر الدجا وأنوار طلعته ساطعة هنا يهتف القلب في نشوة سلام عليه فما أرواع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وسلوة قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولازلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وأعماله وأقواله وسيرته ومسيرته لازلنا نحاول أن نسافر بالمهج ونحلق بالأرواح إلى هناك إلى حيث عاش صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الزمن العظيم الذي تنقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيه إلى تلك الأجواء الكريمة العظيمة الجميلة التي تزينت وتعطرت بأن كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وقفة ما حدث أهم ومقصد أجل بل هو أساس وهو الروح وهو المطلب وهو فحو هذا الدين ولبابه وزلاله وسلافه إنه العلم لأن هذا الدين دين العلم دين المعرفة دين الفكر دين القراءة ولذلك منذ أول كلمة تعطرت بها الدنيا ومنذ أن هبط جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة وأول كلمة هي اقرأ اقرأ فلا أمية بعد اليوم ولا جهل بعد اليوم ولا ضلال بعد اليوم إنها رسالة العلم والمعرفة والقراءة والكتابة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ العالم بقراءته وتزين التاريخ بعلمه وبما بثه في أرجاء الكون من روائع العلم والفكر والمعرفة في كل مجالات الحياة فنحن سنعيش لحظات وإن كانت قليلة في وقتها لكنها كثيرة في معالمها وفي معانيها لحظات مع هذا الجانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جانب العلم مثل ما ذكرنا هذا الدين دين العلم والمعرفة والله عز وجل بحكمته وفضله أكرم هذه الأمة بأنها أمة العلم والمعرفة والبصيرة وإن كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا إنما جاءوا بالعلم والهدى والنور والسمو والإشراق ولكن هذا الدين وهذه الرسالة الخاتمة جعل الله عز وجل فحواها ولبابها وجعل روعتها وجمالها وجلالها بل وسر إعجاز نبيها في العلم فإذا كان لكل نبي معجزة انتهت بزمنه أو تتعلق بشيء في زمنه فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه المعجزة العلمية البلاغية إنها القرآن الكريم هذا الذي تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرة هذا القرآن جاء بأهمية العلم ومكانة العلم فعلم أنه لا إله إلا الله قدم العلم أول شيء لأن العلم إذا غاب عن الأذهان فإن الإنسان ربما ينجر إلى الدمار حتى من جانب يظن أنه فيه يرتقي إلى الله فعباده من غير علم ما تنفع الإنسان وعمل من غير علم ما لقيمة وجهاد من غير علم قد يؤدي بالإنسان إلى متالف ولذلك ليه اليوم هذه المآسي عند كثير من الناس لأنهم يأخذون نصوص معينة ومعاني فينطلقون فيها بغير علم ولا هدى فيضلون ويضلون من وراءهم فالعلم أساس كل حركة في الدين كل تصرف يجب أن يبنى على علم وإلا لأصبح الإنسان على خطر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعدت معلمة قصر رسالة في العلم إنما بعدت معلمة ثم يعطر صلى الله عليه وسلم سمع التاريخ وسمع الدهر والكون بأجمل كلمات التشجيع على العلم وبيان منزلة العلم ومكانة العلم العلماء ورثة الأنبياء ويبين صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء ويبين صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما ومن سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالعلم مكانته رفيعة وقل ربي زدني علما الله عز وجل يأمر نبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما وامتنى الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم نظرة واحدة سريعة إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي خرج من هنا من مكة لا تعلم في مدرسة ولا قرأ في جامعة ولا جلسة إلى أحد يتعلم منه يظل طيلة هذه القرون والسنوات علمه وما بثه في الناس من أنواع الهدى والعلم والبصيرة والحكمة لا زالت قنواتها تتدفق مهما غرف الناس منها فهي لا تزال عذبة زلالا وأنهارا متدفقة تفيض بالعلم والمعرفة الجامعات والكليات والعلماء على مر التاريخ والكتب العظيمة على مر التاريخ والفقهاء على مر التاريخ وعلماء اللغة وعلماء الأصول وعلماء التاريخ وعلماء التربية وكل أنواع العلم كلهم ينهلون من هذه البحور المتدفقة التي جاءت على لسان هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ولكنها النبوة النبوة أكرمه الله عز وجل بالنبوة وعلمه ما لم يكن يعلم ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في محاولة محاولة لتقريب هذا العلم فقط مجرد تقريب المعالم العامة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهي أوسع وأشمل من أن يحيط بها بيان أو يجليها لسان كم علمنا صلى الله عليه وسلم كم فاضت به كتب السنة من أنواع العلوم والمعارف كم أفاض الله عز وجل عليه من العلم سواء فيما يتعلق بأمور الدين بالعبادات بالصلاة كل شيء في حياتنا قائم على العلم اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالدار الآخرة وما أفاضه الله عز وجل عليه من العلم بالدار الآخرة بالجنة بالنار بيوم القيامة بأحداثه بمشاهده ما يتعلق بالتاريخ من العلم بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والأمم السابقة والقصص والأولياء والصالحين وما مر من ذلك ما يتعلق بالكون والسماوات والأرض وما فيها وتلك الرحلة العظيمة التي طلع فيها على مكنون السماوات وما فيها ما يتعلق بالمستقبل بكثير مما أطلعه الله عليه مما سيأتي من علامات الساعة ومن أحداث ستكون بعده صلى الله عليه وسلم ما علمه الله عز وجل من فنون العلم والمعرفة والحكمة والبصيرة في شتى أنواع الحياة أنواع من أنواع العلم في السياسة حتى في الطب في كل المجالات إلا لا محالة تجد للنبي صلى الله عليه وسلم فيها علما ومعرفة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من مجال هداية الناس ولتعليمهم ما يقربهم من ربهم عز وجل لكنه جاء صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله من العلم والمعرفة في شتى أنواع العلوم فظلت هذه الكتب المتدفقة بفنون العلم وأنواع المعرفة عنه صلى الله عليه وسلم من الروايع التي نقف أو نمر بها مرورا سريعا ونحن نتحدث عن علم النبي صلى الله عليه وسلم الفن أو القدرة أو الجمال النبوي في إيصال المعلومة الأساليب التربوية والتعليمية التي كان يقدم صلى الله عليه وسلم من خلالها العلم والمعرفة لم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجرد خطب ومواعد وما إلى ذلك وإن كانت أخذت حيزا كبيرا من حياته لكن كانت كل حياته علم صلى الله عليه وسلم في كل تصرف منه في كل فعل في كل حركة كان صلى الله عليه وسلم يبث في الناس علما فالنبي صلى الله عليه وسلم من أساليبه يعني مما تم إحصائه بشكل تقريبي أكثر من 150 أسلوب فني أدبي بلاغي تربوي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس وهي متعددة وكثيرة وهذه فقط مجرد عنوين مثل إثارة الانتباه إثارة الاهتمام اغتنام الفرصة لاقتباس الإيجازة التعليم بالحب التعليم بالتدريب التعليم بتغيير المفهوم التوكيد الكناية المؤانسة الحوار التورية التمني ولكل منها أمثلة قد نتطرق إلى شيء منها يا عاشق القمم العليا هلما إلى ما يبعث الأنس والسلوان والطربة هنا الشموخ الذي ما نال ذروته إلا الذي سار نحو العرش واقتربا يا سدرة المنتهى هل زاركم أحد من قبله أو رأيتم مثله أدبا هل نال هذه المزايا قبله بشر أو غيره قاب قوسين ارتقى سببا يا سدرة المنتهى هل مر من عبق مثل الذي فاح في الأرواح وانسكبا هذا الذي اختاره الباري وجمله وزين الخلق والأخلاق والنسبة لا زال ما قاله من منطق حسن يعطر الكون والأنفاس والكتب ونختم ببعض الأمثلة مثلا نأتي عند التعليم باغتنام الفرصة كيف اغتنام الفرصة؟ يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وتأتي امرأة بعد إحدى المعارك تبحث عن طفل لها فقدته بين أطفال السابي وبعد تلك المعركة تبحث عن طفلها وقلبها يتدفق رحمة وحنانا فجأة وجدته ضمته قبلته شمته كادت تطير به فرحا الصحابة يتعجبون من الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يراقب هذا الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من شدة رحمة هذه بولدها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال أترون أنها تلقيه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله تستطيع ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها اغتنم هذا الموقف صلى الله عليه وسلم ليوصل هذا المعنى الجميل من خلاله وذلك يعني كثير في حياته صلى الله عليه وسلم التعليم بالحب كثير في حياته صلى الله عليه وسلم مثل يا معاد والله إني لأحبك ثم يعلمه صلى الله عليه وسلم التعليم بالتمثيل وهذا كثير جدا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة فصار بعضهم علىها وبعضهم أسفلها فكان الذين إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإنهم تركوهم وما أرادوها لك جميعا وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا التمثيل غير التشبيه التشبيه أيضا كثير المثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضه ويشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكادوا تجد فيها راحلة أنواع الحديث والتشبيهات والتمثيل وأنواع الأساليب الراقية في كلامه صلى الله عليه وسلم لا حد لا تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يتكلموا يعني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم معدودة كان يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصاه مثل الذهب كلام معدود كلامه صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرص صلى الله عليه وسلم ويتخول أصحابه بالموعظة صلى الله عليه وسلم التعليم بالقصة وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وسلم مثل لما يجيب لهم قصة التائب إذا أرادين يحدثهم عن التوبة قصة ذلك الذي قتل 99 نفسه أو قصة أي قصة أخرى من قصص التاريخ لتكون أكثر وقعاً في النفوس وفي القلوب التعليم بالاستفهام مثل ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأعظمها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقهم فقالوا بلى يا رسول قال ذكر الله عز وجل أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس هكذا يعني أسئلة يأتي بها صلى الله عليه وسلم واستفهام ليتأتي المعلومة ترسخ في القلوب وتنقدح في الأفئدة المهم أن الحياة مع علمه صلى الله عليه وسلم وتعليمه وأساليبه العظيمة وتربيته الرائعة وما أفاضه الله عليه من فنون المعرفة وقنوات العلم المتدفق أمر لا نهاية له ولا سواحل له والله لو مكثنا أشهر عديدة فقط مع التراث العلمي والحديث عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لحتجنا من ذلك إلى سنوات عديدة وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه أن أكرمنا بهذا النبي الذي زكى أرواحنا وعلمنا وارتقى بقلوبنا ومشاعرنا وأفاض علينا من هذه الأنوار التي أكرمها به ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله العلي القدير أن يردنا حوضه وأن لا يحرمنا شفاعته وأن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يرزقنا العلم بكتابه عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها والنيل من بركاتها والسير على هدائها إنه على كل شيء قدير وشكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد لي مرء سلوانه وينثر من شوقه أدموعه كأني به مثل بدر الدجا وأنوار طلعته ساطعه هنا يهتف القلب في نشوة سلام عليه فما أروعه هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد لي مرء سلوانه وينثر من شوقه أدموعه كأني به مثل بدر الدجا